كفلات غير مسبوق وفوضى مثيرة للفزع هكذا وصل الحال في مدينة البصرة فتراجع سلطة الدولة وغياب القانون فتح الباب واسع لنفوذ قوى وجماعات مسلحة تعبث بالأمن وتفرض واقعا أشبه بصراع الغاب وهو ما أدى إلى نمو سلطة بعض العشائر التي تمتلك علاقات مع أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة فلم يعد وجود تلك العشائر مقتصرا على حل المشكلات الاجتماعية التي تحدث هنا وهناك عبر جلسات الحوار ونظام الفصل العشائري بل تعداه إلى فرض سلطتها بالقوة العسكرية وصارت تلك العشائر تدخل سباق تسلح لفرض هيمنتها بالقوة وهو ما دفع قائد شرطة البصرة رشيد فليح إلى القول إن الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها عشائر البصرة تعادل تسليح فرقتين عسكريتين وهو ما توضحه حجم النيران التي تظهر أثناء النزاعات التي تندلع مؤكدا حاجة المحافظة إلى فيالق عسكرية للسيطرة على النزاعات العشائرية فليح نبه إلى ضرورة أن لا يكون المنتسب لقوات الأمن من أهل المنطقة مع الحاجة لاستبدال المنتسبين بنسبة 50% للسيطرة على هذه النزاعات وطالب بخروج مقرات ميليشيات الحجد من داخل مدن للسيطرة على السلاح والنزاعات النائب عن البصرة بدر الزياد أكد ما ذهب إليه قائد شرطة المدينة وأضاف أن الآلاف يحملون هويات حمل السلاح من مصادر متعددة في الوقت ذاته عزى عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهب أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة إلى الرغبة بالاستحواذ على أراضي الدولة أو على أموال المخدرات مؤكدا أن المحافظة تمر بحالة مأساوية جدا والرعبة يدخل بيوت الناس بينما يتعرض المواطنون للموت بسبب تلك النزاعات وغالما ما تستخدم أسلحة ثقلة ومتوسطة في المعارك العشائرية التي تندلع بين الفينة والأخرى في محافظة البصرة آخرها ما حدث في قرمة علي شمالية المحافظة والتي استخدمت فيها صواريخ وقاذفات مؤحاديات ورمانات يدوية بحسب ما صرح به مصدر في شرطة البصرة التي أصبحت عاجزة عن فرض الأمن والقانون في مدينة بات ينقصها كل شيء تقريبا لكي تعود صالحة للحياة